حل مشكلة إنشاء حساب جديد على تطبيقك الخاص واتساب اليوم سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال الضغط على الضبط والإعدادات ثم نأتي إلى هذه النافذة الخاصة هنا نقوم بالنزول للأسفل نضغط على التطبيقات ثم نأتي إلى نافذة التطبيقات الخاصة نقوم بالنزول للبحث عن تطبيق واتساب في هذه النافذة الخاصة نضغط على واتساب ثم نأتي إلى نافذة معلومات التطبيق نضغط على إيقاف إجباري ثم نضغط على موافق بعدها نقوم بالنزول نضغط على مكان التخزين ثم نأتي إلى نافذة مكان التخزين نضغط على مسحى البيانات ثم نضغط على مسحى التخزين المؤقت ثم بعد ذلك سوف تقوم بإضفاء وتشغيل الوي فاي الخاص بك لكي يقوم بتحديد التطبيق حل المشكل وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو نتمنى هنا أن تكونوا قد استفدتم منه لا تنسوا الاشتراك والضغط على الاشتراك ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله وفي موضوع آخر حول تطبيقك الخاص واتساب وحول اعداداتك